السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله حياكم الله وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في درس جديد من دروس دورة الأنجلر 7 والإيسبي دوت نت كور تعرفنا خلال الحساس الماضية على كيفية إنشاء مشروع جديد في الفيجو ستوديو 2019 هذا المشروع من نوع إيسبي دوت نت كور ويب اي بي اي بمعنى أنه يسمح لنا بإنشاء اي بي اي سنقوم باستهلاكها من خلال فرونت اند نقوم بإنشائه بالأنجلر 7 بالنسبة لهذا الباكهند أحبتي في اله الذي اشتغلنا عليه في الإيسبي دوت نت كور ويب اي بي اي كان عبارة عن سيمبل باكهند يعني باكهند بسيط على ماذا يحتوي يحتوي على على موديل خاص في الكتب معلومات الكتب ثم هذا الموديل يتصل بجدول على مستوى وعملية المابين عملة بها من خلال حيث بدأنا في الأول بإنشاء ديتابيز يعني بدأنا بالديتابيز فورست باراديقم أو ديتابيز فورست ثم بعد ذلك عملنا سكافورد لهذه الديتابيز من أجل الحصول على الديبي كونتكست الذي يمثل هذا الكلاس حيث سيتم وضع تيبلز هنا في حالة هذه يوجد عندنا تيبل واحد ديبي سيت واحدة من نوع بوك ثم تم أيضا عملية سكافوردين أنتجت لدينا أيضا هذا الكلاس أو هذا الموديل المسمى بوك الذي هو في الحقيقة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جذول على مستوى الديتابيز ويحتوي على هذه الفيلز يحتوي على الائدي وعلى التايتل وعلى المؤلف وعلى عدد الصفحات وعلى تاريخ النشر كل هذه الأمور أحبتي في العالم لأقوم ببنائها يذويا وإنما نتجت لدينا كحاصل لعملية سكافوردين وهي في الأصل عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ديتابيز وعملية سكافوردين التي أنتجت لنا هذه الملفات وهذا من باب التبسيط كما يمكن القيام بالعمل العكسي يعني يمكن أن ننشئ الموديل والديبي كونتكست ثم نعمل من أجل إنشاء الديتابيز وتسمى هذه الابروتش أو هذا البراديكم يسمى كود فرست عندنا الديتابيز فرست نطلق من الديتابيز من أجل الحصول على الموديلز وعندنا الكود فرست نبدأ من الموديلز من أجل الحصول على الديتابيز وكل كلتا الطريقتين أحبتي في الله جيدة ويمكننا استعمالهما إن شاء الله سوف نرى في درس مقبل كيفية القيام بالعملية العكسية يعني الكود فرست العملية التي رأيناها نحن هي الديتابيز فرست وكل هذه الأمور كما ذكرنا موجودة في الانتيتيت فريمورك كور ماذا رأينا أيضا؟ رأينا كيف نقوم بإنشاء كونترولر هذا الكونترولر خاص بالكتب ويحتوي على الوظائف الأساسية على الـ verbs هنا الـ htp-get عندنا الـ htp-post الخاصة بالتعديل الـ htp-post الخاصة بالـ create حتي الوظائف أحبتي في الأيضا لم نقوم بإنشاءها يدويا تم إنشاؤها تلقائيا كنتيجة لعملية سكافولدين في الـ isp.net core هنا المتود ستقوم بجلب جميع الكتب من الـ context و الـ context هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن variable تم الإعلان عنه هنا من نوع booksdb-context و الـ booksdb-context يمثل نقطة الاتصال بقاعدة البيانات فالbooksdb-context إذا أردنا مجازا هو الـ database هنا في الـ code يمثل الـ database يمثل قاعدة البيانات هنا أنشأنا instance منه لكن لو تلاحظوا المعلم نستعمل الكلمة new new booksdb-context التي ألفناها في ممضة وذلك راجع لآلية الـ dependency injection لأنها هي من تتكفل بإنشاء الـ instance وإدارة lifetime الخاصة بهذه الـ instance وتحديدا هنا فبمجرد ما ندخل إلى هذا الـ boost controller سندخل إلى الـ constructor الـ constructor يقوم بإستناد هذا الـ parameter إلى هذا الـ object الموجود عندنا هنا هنا في هذه اللحظة وتسمى هذه الـ dependency injection by constructor في هذه اللحظة يتم إنشاء الـ object ويتم إدارة lifetime الخاصة به بواسطة الـ ioc container الخاص بالـ isp.net core يعني الـ inversion of control أو الـ dependency injection container الخاص بالـ isp.net core والذي أين يوجد كما ذكرنا؟ كنا قد ذكرنا أنه يوجد في الـ startup class وتحديدا في الـ method configure service هنا configure service هذا الـ parameter services من نوع i-service collection هو الـ ioc container الذي يقوم بإدارة عملية dependency injection وكيفية إنشاء الـ objects والتحكم في الـ lifetime الخاص بها هنا في هذا المكان أحبت في الله وتحديدا في هذا السطر عاد db context هنا قلنا لهذا الـ services لهذه الـ collection تكفى لي بإنشاء الـ objects من الـ box db context ثم هنا مررنا له نص الاتصال الموجود في الـ up settings وكل هذه الأمور رأيناها في الحصة الفائتة وهنا الـ up settings يحتوي على نص الاتصال تمام ثم ماذا لدينا أيضا أحبت في الله هذه الأمور التي رأيناها ما الذي بقي لنا؟ بقي لنا أن ننتقل إلى الـ front end side أو إلى client side كيف نقوم بإنشاء client بواسطة angular 7 يعمل consume لهذه الـ methods الموجودة عندنا في هذا الـ controller وسنبدأ إن شاء الله مع الـ getbook سنحاول أن نقوم باستدعاء هذه الـ action الموجودة عندنا في هذا الـ controller سنحاول أن نعملها consume نقوم باستهلكها من أجل الحصول على النتيجة التي تجلبها هنا في الـ return النتيجة ستكون على هيئة JSON JSON format ثم سنقوم بعمل سنقوم بأخذ هذه الـ data التي تأتينا من الـ backend من هذه الـ API وسنقوم بعرضها في table على مستوى الـ client الذي سننشئه بالـ Angular 7 إن شاء الله طيب، الآن تعالوا بنا ننشئ الـ project على Angular 7 هنا كنت قد أنشأت مجلد اسمته books demo يعني هذا البوكس demo سأنشئ فيه client front end يمكنكم أحبتي في الله أن تنشئوا client في أي مكان تريدون أنا وضعت هذا المجلد أأتي وأعمل shift من الـ keyboard ثم right click وأختار open powershell window من أجل إنشاء المشروع في هذا المجلد هنا يفتح لي الـ powershell لاحظوا فتح لي في المسار ليس بالضرورة الـ powershell ممكن أن تجد الـ command هنا ممكن أن تجد هذا الـ git bash الخاص بالـ git يعني إذا عندك أي command line interface يمكنك أن تستعملها أخي الحبيب أختي الكريمة فيمكننا أن أستعمل powershell أو باختصار إذا لم تجد الـ powershell أو أي شيء يكفي أن تأتي هنا تفتح الفولدر ثم تأتي هنا إلى الـ address وتكتب command ثم تضغط enter سيتم فتح المسار في الـ command الافتراضي في الـ windows تمام هنا هذا هو المسار أحبتي في الله سأتي وأنشئ وأنشئ الـ project أقول له ng لأنني سأنشئ مشروع منه Angular ثم نيو مشروع جديد سأسميه books front end وبالنسبة للـ test سأقوم بإزالة يعني لن أحتاج إلى test أقول له skype tests ثم enter skype tests يعني الملفات التي بامتداد .spec.ts لست في حاجة إليها حاليا لن أقوم بإنشائها هنا يقولي would you like to add angular routine سأقول له no لست في حاجة إلى الـ routine الآن هنا سيقول لـ style sheet formats أختار css enter سيتم إنشاء المشروع وعملية إنشاء المشروع أحبتي الكرام ستستغرق وقتا غير يسير لذلك سأتوقف عنده هنا وسنعود إن شاء الله سنعود في نفس هذا الدرس سنعود بعد انتهاء عملية إنشاء المشروع من أجل الدخول إلى المشروع وتحميل المكتبات اللازمة وتحديدا سوف نقوم بتحميل البوتستراب والجيكوري والأمور التي سنحتاجها في مشروعنا الصغير قبل أن ننتقل بعد ذلك إن شاء الله في الدرس المقبلة إلى إنشاء مشاريع متقدمة بحول الله وقوته نلتقي إن شاء الله بعد إنشاء المشروع كما تلاحظون أحبتي في الله تم إنشاء المشروع بنجاح الآن سندخل إلى هذا الفولدر سنقوم بفتح هذا البروجيكت الذي أنشأناه للتو سنقوم بفتحه بالفيجوال ستوديو كود من خلال الأمر كود ثم فراغ ثم نقطة ونضغط على أنتر ليتم فتح المشروع في الفيجوال ستوديو كود تم فتح المشروع في الفيجوال ستوديو كود كما تلاحظون أحبتي في الله مشروعنا يوجد هنا في السورس وتحديداً في الأب فولدر هنا يوجد فقط كومبوننت واحد وهو الذي تم إنشاءه تلقائياً هو الأب كومبوننت هنا ملف تابسكريبت ملف HTML وملف CSS وهنا ملف الموديول الخاص بتشجيل الكمبوننت والبايبس والديركتيز التي سنستعملها في مشروعنا طبعاً هنا المشروع ميزة الفارغة أحبتي في الله سنتعرف بعجالة على كيفية تحميل الباكيتجز التي سنحتاجها سنحتاج إلى البوتستراب وإلى الجيكويري من أجل بناء تصميم جيد فباختصار يمكننا أن نأتي إلى الترمينال هنا ثم نأتي ونكتب الأوامر التي سنحتاجها ثم أكتب الأمر هنا يبدو أن الأمر صغير سأعود هنا أفضل كما تلاحظون أن المشروع الذي أفتعه هنا في Visual Studio Code هو نفسه الموجود هنا في command يعني نفس المصار سأقوم بإنشاء الباكيتجز هنا يعني سأتي وأقوم بتحميل الباكيتجز حينما سيتم تحميل الباكيتجز أنا سيتم وضعها سيتم وضعها في النود موديول هنا في هذا المجلد هنا أحبت في الأسرة تلاحظوا أنه لا يوجد عندي بوتستراب لاحظوا لا يوجد بوتستراب سنقوم بتحميل البوتستراب نأتي إلى هنا ونقل له npm install bootstrap يمكننا أن نحدد الفرجن وما إلى ذلك لكن خلاص نكتب هذا الأمر ثم enter سيقوم بتحميل البوتستراب وإدراجه في المشروع ويمكننا أن نضيف يعني بدل أن نقوم بتحميل الباكيتجز يمكننا أن نضيف يعني الرابط الخاص بالبوتستراب أو الجيكوري مباشرة إلى الاندكس.html لكن هذه الطريقة أيضا جيدة تم تضمين البوتستراب تم تحميله وإدراجه في البروجيكت سيحتاج أيضا إلى الجيكوري بنسأل الطريقة npm install ثم أكتب جيكوري هكذا وأضغط على enter تمام تم الانتهاء ثم excite خلاص انتهينا من هنا نغلق جيد نأتي هنا أحبات في الله ونتحق من أنه تم إدراج نعمل refresh من هنا refresh explorer نأتي إلى node modules نحن داخلها ثم نبحث عن البوتستراب هل تم تحميل البوتستراب بالفعل تم تحميل البوتستراب من الدستربيوتر سنجد ملفة السياس الخاصة ببوتستراب سنحتاج فقط إلى البوتستراب من الدستربيوتر والذي سنستعمله سنستعمل بوتستراب جيكوري سنشاهد هل تم تحميله أيضا الجيكوري تم تحميله أيضا ونفي الدستربيوتر أحبات في الله سنجد الجيكوري الملف العادي والملف المخفف جميل سنقوم بإدراج ملفات أحبات في الله سنقوم بإدراجها في ملف الإعدادات الخاص بالدبندنسيز المسمى بانجلار.جيسان الانجلار.جيسان من يوجد خارج المجلدات هذا هو أنجلار.جيسان بالنسبة للملفات سنضعها في styles هنا في هذه الأرأي سنضع styles الخاصة بنا ثم scripts سنضعها هنا في script جميل هنا بالنسبة للبوتستراب سأتي وأضعه هنا البوتستراب أين يوجد؟ أول شيء الملف أحبات في الله وهي يوجد في نفس الباث التي يوجد فيها النود يعني سأضع نقطة ثم اسم المجلد نود موديولز بداخله يوجد مجلد اسمه bootstrap ثم بداخله يوجد مجلد اسمه dist ثم بداخله يوجد الملف bootstrap.mine.css بهذه الكيفية أحبة فلاسية يتم إدراج ملف CSS الخاص بالبوتستراب في styleات الخاصة بالمشروع بأسره ثم بنفس الكيفية سأقوم بإدراج scripts حسب الله تبع جيد المجلد مجلد مجلد يوجد مجلد مجلد جواسكريب gs ومن داخله bootstrap.mine.js ثم بنفس الكيفية سأقوم بوضع ملف الجي كوري هنا بدر bootstrap يوجد المجلد اسمه gqwery ثم distributed ثم jquery.mine.css أتحقق فقط من jquery نعم jquery.mine.css تمام بهذه كفية أحبتي فليا نكون قد تعرفنا على كيفية تحميل الباكيجز وكيفية تضمينها في الانجلر.json بغرض استعمالها بعد ذلك هذه الطريقة أحبتي فليا هي الطريقة العملية التي تسمح لنا بإدارة الباكيجز هكذا بوسطة الانجلر.json الطريقة الكلاستيكية العادية أحبتي فليا هي أن نأتي داخل السورس وتحديدا إلى الاندكس.شجمل ونقوم بوضع الروابط هنا في الهيد بالنسبة للcss يعني نأتي ونأخذ cdn الخاص بالبوتستراب أو الخاص بأي مكتبة سنستعملها ندعوها هنا ثم بالنسبة للسكريبت سندعوها هنا قبل إغلاق الباضي هذه الطريقة العادية التي ألفناها والتي كنا نستعملها في وقت سابق أما الطريقة الخاصة بالانجلر فهي هذه التي رأينا قبل قليل يعني هنا ندع الانجلر CLI تتكفل بعملية إدراج هذه الملفات أحبتي فليا وهذه العملية لها فوائد جمع كما سنرى إن شاء الله في وقت لاحق إلى هنا أحبتي فليا تنتهي حصة اليوم أرجو من الله العلي القدير أن تكونوا قد وفقتم في إنشاء المشروع على الانجلر 7 بنجاح فالحصة المقبلة بحول الله وقوته سوف نتعرف على كيف يتربط هذا البروجيكت المسمى بوكس فرونت أند مع المشروع الباكند الذي أنشأناه بغرض استهلاك الميتود الموجودة هنا والبداية إن شاء الله سوف تكون معهتي الميتود جيت بوك بغرض جلب الكتب وعرضها في تيبل على الصفحة إلى هنا أحبتي فليا تنتهي حصة اليوم أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد ونلتقي في الدرس المقبل بحول الله وقوته دائما لكم البشت والفرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته